زيارة رسمية ثانية لولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الكويت التي زارها أيضا عندما كان وليا لولي العهد في منتصف 2015 واستقبله آنذاك سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالدولة الزيارة ستشهد لقاءات ومباحثات مختلفة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والسعي لتطويرها وتأتي الزيارة تأكيدا على حرص قيادة البلدين الشقيقين على مبدأ التشاور المستمر حول القضايا وسبل تدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير رحب بزيارة ولي العهد السعودي مؤكدا أنها تأتي في إطار الروابط الأخوية وحرص قيادتيهما على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات والمياد كما أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله تميز العلاقات الثنائية معربا عن الاعتزاز بتطورها وبما تحقق من إنجازات بالمملكة تاريخيا أجرى ولاة العهد في البلدين الشقيقين زيارات أخوية متبادلة عززت أواصر المحبة والتعاون ورسخت لعلاقات متينة وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية العلاقات الكويتية السعودية شهدت تطورا كبيرا في مختلف المجالات مسار من التعاون توج بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلع الثمانينات الذي حقق للخليجيين في إطار العمل المشترك الكثير من الإنجازات والطموحات الموقف السعودي المساند للكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها ظهر جليا أثناء الغزو العراقي ورفض المملكة لهذا الاحتلال واستقبالها للقيادة السياسية والحكومة والشعب على أراضيها وتقديم المساعدة بكل أشكالها ومساهمتها الفاعلة في تحرير الكويت كما وقع البلدان عدة اتفاقيات انعكست إيجابا على الشعبين الشقيقين وفي المجال الاقتصادي اتسمت سياسة البلدين النفطية بالتوافق الأمر الذي أدى إلى نوع من الاستقرار في الأسواق النفطية باعتبارهما من أكبر المنتجين في العالم الروابط التاريخية والوشائج الاجتماعية المتميزة بين البلدين الشقيقين وما يملكانه من مقومات سياسية أو اقتصادية كان لها أثر إيجابي على قضايا الأمتين العربية والإسلامية وحفظ الأمن والسلم الدوليين